قام رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفريق اليوم بتعيين أعضاء الحكومة حسب بيان لرئاسة الجمهورية وطبقاً للمادة ثالثة والتسع من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول وهذه قائمتها الوزير الأول أحمد أويحيا نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني شعبي أحمد جيد صالح وزير شؤون الخارجية عبدالقادر مساهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نوردين بدوي وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وزير المالية عبدالرحمن راوية وزير الطاقة مصطفى جيتوني وزير المجاهدين الطيب زيتوني وزير شؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد ميباركي وزير الثقافة عزدين ميهوبي وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر أبو عزقي وزير السكن والعمران والمدينة عبدالوحيد تمار وزير التجارة محمد بن مورادي وزير الاتصال جمال كعوان وزير الأشغال العمومية والنقل عبدالغاني زعلان ووزير الموارد المائية حسين ناسيب وزير السياحة وصناعات التقليدية مسعود بن عقون وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حزب اللاوي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي موراد زمالي وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وزيرة البيئة وطاقات المتجددة فاطمة زهراء زرواطي هذا وطبقا للمدى 92 الفقرة السادسة من الدستور قام رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفريقة بتعيين اليوم الخميس السيد أحمد نوي وزير وأمين عام للحكومة